المصادر الموجودة حالياً والإحصائيات اللي بتقوم فيها وزارة سياحة من عشرات السنين يعني عدد السواح والزوار بهالكتافة هادي ما عمرة صارت يعني من عشرات السنين أنا بقولها وإن شاء الله تكون بادرة خير إن شاء الله فضل هذا الوضع تكون بادرة للسلام على الأليلة في هذا الموضوع إن شاء الله لكن فعلاً السياحة في هذه المدينة اللي يعتمد عليها أهلها لأنها جانب مهم من حياتهم جانب مهم لدخلهم الاقتصادي فالسياحة إن شاء الله تستمر يعني أنا موقفين في هذه العملية طبعاً هذا ما نطمح إليه طبعاً جميعنا بقي بس إيش واحد أقوله ذكرنا عن الساحة لما أجروا الحفريات الأثرية فيها وجدوا فيها خط قناة الماء اللي كان يجي من بوراك سليمان والبوراك معلم أثر لكل بارة بإرتاس نعم لما جابوا من إرتاس عين إرتاس والبوراك جابوا لسه قنوات الماء موجودة تحتها الساحة وجدوا تحت الجامع العمري عما وهم يبنوا في البناء التاني الترميم التاني وجدوا بقايا المعمودية لكنيسة ماريو حنم وجدوا تحت مركز سلامي اللي إحنا هلأ وفينا تحته وما زال هلأ ويعمل متحف وجدوا كمان بقايا كنيسة ميخايل من معمودية وهم في ساي في ساي فهي تلحم إذا أجريت فيها حفريات أثرية فعلاً هي هدمت أكتر من مرة وغيمت أكتر من مرة لأنه أهلها أهل الجبارين جايهم جاي أبناء شعب فلسطين جميل جميل جداً ونقول لكم الله يقويكم وأهلاً وصحناً فيك مرة أخرى أستاذ خليل منتشكرك وأحلاً وصحناً فيك كل عام وأنتو بألف خير وإن شاء الله دائماً ينعد عليكم بالخير وإن شاء الله شكراً